السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس اليوم بدلها إن شاء الله سنتكمل درسنا في الحصة الماضية ونضيب بعض المعلومات بذن الله ونراجع أيضا بعض المعلومات المهمة بذن الله لكن قبلها نستذكر مع بعض الإجراءات الاستعداد لمادتنا مادة التربية البدنية عندنا بعض الإجراءات لازم نسويها قبل ما نحضر درسنا مشاهزين رقم واحد الحرص على النوم الكافي ليلا ثنين التغذية الجيدة الصحية دائما الغذاء ولمدنا بالطاقة نقدر نتحرك ونمارس حياتنا اليومية وأيضا ثلاثة شرب كمية كافية من الماء رابعا ارتداء الزي الرياضي المناسب وأخيرا خامسا اختيار المكان المناسب وتهيته اختار المكان المناسب وجهزه عشان أستعد التمرين وأيضا أستعد الخبرة التعليمية نتقل مع بعض الآن سوف نتكلم مع بعض بشكل جدا سريع نتقل نحن الإجراءات رقم واحد الحرص على النوم الكافي وأيضا التغذية الجيدة وأيضا شرب الماء ومذكرنا تدار الملابس الرياضية المناسبة وأخيرا اختيار المكان المناسب والآن ننتقل مع بعض يتمنى اليوم تمرين بسيطة وسهلة نبي من الجميع الآن يكون جاهز ومستعد الجميع يكون الآن واقف ولابس الزي الرياضي مثل مذكرنا واختار المكان المناسب قد نتمرين الأول المشي بالمكان بسرعة غفيفة وبعدها ننتقل إلى سرعة متوسطة الجميع جاهز وخفص صحيح مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة أبطال سبعة تمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر بسرعة متوسطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ثمرين الثاني وقف فدرعين الأعلى بعد النزول ولمس باطن القدم ثم العودة للأعلى ذراعين عالية وانتقال للجهة الأخرى ولمس باطن القدم بعد رجوع مرة أخرى إلى وضع البداية الجميع جاهز مع بعض ثمرين ابتدي واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال تمانية تسعة عشرة استمر الدولة الثانية واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الثالث وقف الذراعين للجانب تحريك الأمام بشكل دائري الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة استمر الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أبطال تسعة أخير عشرة قف ريح من بعض المكان لأخذ الشيخ الزفير مع بعض أبطال ثلاثة أبطال ثلاثة أبطال أخير تسعة أبطال نتقل الآن ونتعرف على عدسنا اليوم اليوم ستكلم عن اللف حول محور طولي للجسم في البداية الالتفاف نأخذ الآن تعريب بسيط جدا ومفهوم الالتفاف في البداية هي حركة فيها لف الجسم حول محوره الطولي الذي يمثله العمود الفقري مثل وضح أمامكو الآن سوط الطفل الوقوف ثم لف الجسم لأحد اتجاهين ويسمى اللف الطولي أو حول محور الطولي وأيضا يمكن أداحة لف الجسم حول محوره الطولي من أوضاع مختلفة واحد من وضع الوقوف مثل وضح أمامكو الآن الوقوف يكون على القدمين وهو الوضع الأول ثانيا الرقود يكون الرقود على الظهر بعد لف الجسم أيضا لأحد الاتجاهين وهو النوع الثاني كما يمكن عمل ربع أو نصف أو ثلاث أرباع أو حتى لفة كاملة من الثبات ومن الحركة حول المحور الطولي للجسم والآن ننتقل النقطة جدا مهمة وهو التعامل مع زميلك في المدرسة برفق أثناء موارسة النشاط البدني نقضي كثير من وقتنا مع زملائنا في المدرسة أكثر مما نقضي مع الأسرة والأصدقاء وينتج عن ذلك تكوين علاقات مع زملائنا حتى تكون عملية التواصل بينك وبين زميلك إيجابية وسلسة يجب عين اتباع آداب التعامل عند التعامل معهم والالتزام بالقوين والقواعد الخاصة بالمدرسة حتى كنت أنت ما قلنا البيئة التعليمية الصحية يجب أن يكون موجود الاحترام المتبادل بين الزملاء فهو يعمل على تنمية وتعزيز روح الفريق وأيضا ينتج عنه زيادة في الكفاءة والإنتاجية للفريق ملاحظة جدا مهمة يجب أن يكون الاحترام لجميع الزملاء بدون الاستثناء وبدون أي تمييز مرة أخرى ملاحظة جدا مهمة يجب أن يكون الاحترام لجميع الأصدقاء في الفصل وفي المدرسة بدون الاستثناء وبدون أي تمييز والآن ننتقل إلى مراجعة بسيطة على درسنا اليوم هذا الآن صورتين اختر الصورة التي تمثل التعامل الصحيح مع الزميل في أثناء ممارس النشاط البدني في حصة التربية البدنية أو حتى في المدرسة عندنا صور رقم واحد وعندنا أيضا صور رقم اثنين أي منهما تمثل التعامل الصحيح مع الأصدقاء والزميل في أثناء ممارس النشاط البدني ممتازين أبطال وصور رقم اثنين وشهدنا الآن التسامح بين الصديقين لكن الآن هنا تكون مشاجرة وهو أسلوب خاطئ بين الزملاء والأصدقاء فلابد يكون ومثما قلنا الاحترام لجميع الزملاء بدون تمييز يكون الاحترام لجميع أصدقائك في الصف كذي يا أصدقائي سنتعرفنا نبدأ بسيطة عن درسنا له لف الجسم حول المحور الطولي تكلمنا أنه يكون من وضعين من وضع الوقوف أيضا من وضع الرقود ممكن نعديها نحن وقفين وقوف الصحيح أيضا ممكن نعديه من وضع الرقود على الظهر كما ذكرنا لف يكون ربع لفة أو حتى نصف لفة أو حتى لفة كاملة حول المحوار الطولي كذي أطقائي سنتهينا من درسنا اليوم يعطيكم العافية جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته